وأرجع أحكي لكم قصة تاني أرجع أحكي لكم قصة تاني الخير بيجي زي ما الأستثم الصبري فضح الدنيا وطلعه متهرب من الضرائب بيدفع 32 ألف ضرائب اللي دخلوا مليارات اللي بيقول أنا أغلى محامي في العالم العربي بيدفع 32 ألف جنيه ضرائب راجل الدولة أستاذ علاء حمام سلام عليكم سلام عليكم يا أستاذ علاء عليكم السلام أستاذ عبد المصر تحياتي لحضرتك وحضرتك سيدا المشاهدين فضل يا أستاذ علاء قلنا الأول ردود الأفعال ورأيك في التحول السريع للقضية واستدعاء المحمود الخطيب وأخذ أقواله طبعا الخبر ده يعني كان لي فضى كبير جدا جدا في المجتمع المصري كمان برضو لما النيابة العامة سمحت دي نشرة أقوال الكابتن محمود الخطيب ده كان شيء مهم جدا 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 وطبعا كان فيه تناول الخبر ده وتناول لأقوال الكابتن محمود الخطيب في النيابة بصورة كبيرة جدا جدا على الصفحات الجمهارية المختلفة حتى ما فيها صفحات جمهار الزمالك مم الجميل بقى ان فيه مطالب من جمهار الكورة ومن أفراد الشعب المصري كلهم ان هما بيطلبوا من معالي المستشار حمد الصاوي اللي هي بالعام ان هو يسمح ويوافق بنشر نتيجة فرض صوت الزمالك في الفيديو اللي اتنصر له طبعا الصوت ده كده هيروح ليه خبراء صوت بالضبط هيقولوا اذا كان صوت ده سليم صوت رئيس بيدي الزمالك ولا بصوته شعب المصري كله والدمير الكورة كلها اه في انتظار النتيجة دي نتيجة فرض الصوت ده اه ومطابقته مطابقت صوت رئيس الزمالك فيه مقاطع مختلفة لان طبعا رئيس الزمالك اه حلب بالطلاق ان مصر يتعاش راجل طبعا اه الشعب المصري كله عايز يتأكده وقال كده ولا مقالش كده فكلنا عندنا طموح وعندنا امل فيه معالي مستشار حمد الصاوي معالي اللائد العام ان يقلم نتيجة الموضوع ده ويقلمنا نتيجة وتحويل اللجنة اللا كدر الصوت رئيس الزمالك انا هو صوته ولا بالصوت حلو اول كلام ده يعني زي ما كان هناك ترحيب فعلى صفحات الاهلوية زي ما قالنا احمد السيد في ترحيب من كل شرفاء الزمالكوية اكيد طبعا وانا معي امطراب اقولي الحضرتك دلوقتي يستمر بعد ما تخلص الموضوع ده فضل اعلى طبعا احمد الزمالكوية كلهم الشرفاء وحكيز الوطن كلهم عايزين واقفوا وعايزين يعرفوا حقيقة الكلام ده نعني طبعا احمد الزمالك بعد تجاوز حق كبت النحوض الخطيب تجاوز حق محمود عبدالله الكهرباء تجاوز حق الشعر المصري كله وقالت البلد ديني فيها شرابل وقالت بالطواقل البلد ديني فيها شرابل فطبعا دي اه الانا دمية جدا للمجتمع النصري كله طب الانفراد ايه حلوة تفضل الانفراد من رئيس الجمالكوية فيديو كانتسجله قال فيني هو مسجل اه فيديو ده لعيانه وقال مع حد شراب لأفاقل تهمة هتأكلوني هتحبسوني وكلام من هذا القبيل في الريديو كده كان لابس فيه اه طعم شتوي جاكب كده وتشرت الريديو ده بقاله فترة كان بعد موضوع الاستاذة سوحة عدوة نادي الزمالك اللي طبعا رئيس الزمالك تطور عليها في النادي النادي الناري وهتجدها وعليا حتى لو جالا رئيس الجمهورية مش هتجدها تنشل هنا الجمضي دا واستجدلوا بعض الواقع دي على طول جاتل معلومات ان الرئيس النادي المدلو بيتواصل مع الصفاحات الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وليو تيوب ماذا يciones بدي دا على شان يحجفسه جاتل معلومات من الرئيسي المدلو المدلو بيتواصل مع الصفاحات الكبيرة الجمهورية والصفاحات الكبيرة اللي على مواقع سوشيال میيديA وعلى يوتيوب واللي ناشر الفيديو ده وبيتراكوهم ان هم واحد يطول تمام حلو حلو اول خبر ده انا بشكرك عليها يعني دلوقتي الفيديو اللي كان هدد بي ان هو معه سديهات وكسر اين البلد دلوقتي بيحاول يمرره لاني حاسس اني خلاص هو في اللحظات الاخيرة وانت حالت يودا تزيع بحث اني دلوقتي تتبكر دي الناس قرأتي زور دلوقتي بطوارتا مع اتفاقات الكبيرة عبر السوشيال ميديا وموقع اليوتيوب اني ناشرين الفيديو ده وطبعا اني حامل طبق دير من الجمال اني هم يحبطوه تمام دل باتري بريس تشارج اني فينا اتخاذ في الفيديو الهدي الفيديو اللي هو بيقول احليم تتبرت بيهداء ان هو متتبرت ويحطوهم مع بعض وناشرين دل باتري بريس تشارج انتشر بصورة كبيرة على طاصل اتباعي وعلى اليوتيوب تمام تمام يا علوة اللي بعده تمام عندنا طبعا الستاذ عمر الجلائي تطريق مهم جدا يتساعده في الساعات الاخيرة دلوقتي الستاذ عمر الجلائي بعد مساعده في الساعات الاخيرة الستاذ عمر الجلائي علي السبب مدارات القمة اللي ما تلعبتش واللي كان الناجل الناجل الزمالي اه طرف فيها واللي طبعا صح بتوضع في الوتوبيت الشعير الستاذ عمر الجلائي النهاردة قال لك كل التقارير اكدت اللي تيجي في الزمالي كان يقدر يوصل لستاذ القاهرة تمام طبعا 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 تمام عندي بقى تصريحات مطنق بقى رئيس الزمالي تفضل تصريحات اتنشرت عالموقع الرسمي وبعد كده مخالفة للكلام اللي اتنشل تمام هنقول لتنين وهيس الزمالي عالموقع الرسمي قال لك اللي كانت لحمود الخطيب البلاء اللي تقدم به عبر الفيديو ونصرتك على موقع التواصل الاجتماعي غير مضبول على الاطلاق تمام وانا كانت لحمود الخطيب بلع الطعم واللي عدموا الخونا ومسير الفتن ودي سقطة بتاريخ الاهلي وشكر الشعب المصري العظيم اللي وقت معاه واللي مبلعش الطعم من الخونا وبيقول لي ان كاتب حمود الخطيب الناس الاهلي كارع العظيمة كبيرة في مصر والاهلي هرم في مصر واللي انت عملته ده انت وصرته غير معبول تمام وبيقول لي كاتب حمود الخطيب لازم انتصرت الفتنة بين جماهير الكتبين توقف بلو توث مود تمام اه اه منسورة على الموقع ادراتي من النجل الزمالك ايوه بعد كده نحن عدود فتاعات قلت وصريح مختلف قارس قال لك من فضل حضرتك يجعلك كلمة الكابت المحمود الخطيب قال لي من فضل حضرتك عايزين هدنة حضر يا سامي محمد اه اتفضل نعم عاك يا علا اتفضل اه بتقول لي دلوقتي ده موضوع مهم جدا يعني رئيس الزمالك يطلب هدنة من الجامل رئيس الزمالك يطلب هدنة من الخطيب ويطلب التصالح وده مرفوض. . فى اخوة. مفيش اخوة فضل. باقول لك يا اخويا يا محمود يا خطيب. برضي تقول هالي جاري. وقدمت مجلدات جديدة. يا اخويا. وحد بتعرض لك. ده انت اخويا. يا اخويا يا محمود يا خطيب وحد بتعرض لك. مم. قال له ويقول له ليه تعمل كده في وقت ما فيش فيه نصات كروي. ليه تعمل كده? تمانا من النصات ما يرجع. ايه ما هيكسر? مش حايدين سمشارة الفترة الحالية. مم. وبعد كده بيحظروا يقول له يبقى. يقول له لو تقابلنا وروحوا احنا اتنين المحاكم. انا محمد بير. انت هتبقى غامل سلطان. وبعرفش عن انت هتبقى غامل سلطان. لكبت غامل سلطان راجل نجني بيه وراجل كان يلاقيه كبير يعني. هلنا ما ايه يعملوا الاتقاب ده يعني. قال انت هتبقى غامل سلطان ولا كجان وما عنديش مشكلة. وره قال حاجة. وقال حاجة خطيرة جدا يعني على. تدل على الرؤونة والخوف والرؤب اللي فيه. قال له ايه? قال له خلي بالك الراجل الكبير يقصد الريس. لو زهق عيمشين احنا الاتنين. انا هشتغل محامي وانت مكعد تلاقي شغلانا هتوقف في البيت. بص ده اسمه تمسح وضعف. وكل الملايين المصرية ترفض التصالح مع اه مرتضى مرسور. والتصالح عنديش موجود في الجملة دي. لا انا سمح ابو داني. انا سمح ابو داني. انا سمح ابو داني. تمام ما فيش هاي مشكلة يا. تمام. فضل. المهم ديقول له عايزين يعني الهزمة. معرفش ريكو الزمالك اتقر الهزمة دلوقت. اه. وانت لما كنت بتبقني كفت محمود الخطيب. انو خد هدايا والساعات. وشنطة فيها فلوس. واعدت تولي المحامي خالد ابو داكر. وتشكن تيد عبدالحطير. وتطول على ربس برس الاهلي. ايه. كنت ناس الهزمة. اشمعنا الهزمة دلوقت. لما شكمت كفت اخر حطير. وسميته سيد يلاهوي. وتطلع في الكاريخ عليه. وتقول عليه سيد الإرهابي. والساعات يا خطير. واللي خدته يا خطير. وشنطة التلوس يا خطير. واني انت عملته يا خطير ايه. نتيجبه كله. عايز هزمة دلوقتي. اشمعنا دلوقتي. اشمعنا دلوقتي عايز هزنه. ايه السبب يعني. خايت ليه كده ومرعوب ليه. وعملته قوله يا اخويا هو حد غير فيك. يا راجل. يا راجل دا انت بقى لسكرة ونصت وتغلط في الراجل. الراجل ماقدم ماقدم ضبك بلاغات يعني كوان كوان. ما زالي كده تتنيني بلاغات ضبك. دايت قوله دلوقتي هو حد غير فيك. والله دايت انت دلوقتي راجل سألك. راجل بتسعى للهزمة والخطيج يعني هو الكخة. مش عايز هزمة. ماشي اللي بعده علاقة. آآ عندي بقى معنى اكيدة. بس طبعا هنستنى نيادة. آآ. انا اتبقى اتبقى هنستنى نيادة. لما تعلن مسألة آآ الصوت اللي بالفيديو. صوت اسم زمالك ولا لا. مش هقول اي حاجة لحد النيابة ما تعلن. احتراما طبعا لبلاغة كاتل محمود الخطيج واحتراما طيب كمان جاء انا الاني على آآ بمناسبة كلامك آآ خالد ابو بكر آآ بيقول آآ آآ اتوقع ان تتصدد دولة لقلة الادب. الناس عارفة. انا بتكلم على مين. يا جماعة خلي السلاح صحي وحملتنا مستمرة. الدولة حسد بينا. الدولة حسد بينا ومعركتنا مستمرة. اهو خالد ابو بكر اهو جريت الوطن. ابو بكر اتوقع ان تتصدد دولة لالت الادب. الناس عارفة. بتكلم على مين. طبعا يوسط الظلم طحي. اللي هرب في نصه لليونان. هو وعيانه. واتفع مع شركة الطياران سين. عا كان ساعد الصفر لما تيجي روخ الهان. السجن مصيرك. اكتبوا السجن مصير الظلم طحي يا رجالة. السجن مصير الظلم طحي. فضل اصل على قدامك ديتين. فضل. فضل يا علوة. اه بقى ده اتخلته كده للا اخي اللي رئيس الجمالك. اه. عشان يلي يجين ناس. وياخدوا الناس في تكة تانية. ويخليهم ينسوا اه المهاجل اللي موجودة دلوقتي. وينسوا البلدات النارية. اللي تقضب ديها جبت محمود الخطيط الجهات المختلفة. سواء اه الشك واللي تقدم بها المعالي الدكتور مصادر مجدوري رئيس الوزراء. او للدكتور عالي عبار رئيس البرلمان. او الجلاجات اللي تقدم بها للنارية دلعام. رئيس الزمال الطالع يقولك. انا هشتري ميسي. انا لميت فلوس كتير او من العضويات. وهشتري ميسي. نجمل ارجنتين. انا يا كنت التصريح ده. اه تصريح اه. والنبي اه بالمناسبة. التصريح ده اقول له النبي هتمسي وهتمعه تلاتة بليلة. بالمكسرات. اقول له النبي ايه? هتمعه ميسي تلاتة بليلة بالمكسرات. شكرا يا استود علاء. شكرا. سلام. طبعا ده ده تصريح غريب جدا جدا. احنا ده بقول له اضرات. اعيد جيل من اه. الناس اللي خد تلك تانية. بعيدنا عن الاحداث. ايجا لنا. باشكرك شكرا جزيلا يا علوة. باقول لك باشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك يعني كده يا عبدالي يعني. اه. اه. بستي مشيهاك. معايواب بالضبط. بشككين يا عبدالله. تحيات لقدرجتو. gel ترجمة نانسي قنقر